موسيقى موسيقى منذ نشرتها وطوال 200 سنة ونيف عانت الكنيسة الاضطهاد الروماني من الغرب والفارسي من الشرق وكأن عدو الخير لم يكتفي فظهر في القرنين الخامس والسادس الاضطهاد الداخلي الذي قسم البيت ببدع وهرتقات وزرع الخلافة بين الإخوة والانقسام ولكن هو القائل سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا وكما كان أمينا في العهد القديم وأرسل الأنبياء ليقود الشعب إلى الحق أظهر لنا المدافعين من رسل وآباء وقدسين وشهداء أمثال مار بطرس الرسول ومار يعقوب السوروجي ومار فليكسينوس المنبجي ومار سيوريوس الأنطاقي الذين بنور الحق ثبتوا الإيمان وبإيمان كتبوا لكي يقرب فرغ الانقسام فبعد مجمع الانقسام أي مجمع خلق دونيا ظهر أسقفا سوريانيا غيورا وعنيدا نهض المجمع المذكور وتعليمه وكتب حوالي ثمانين كتابا عن الثالوث والإخريستولوجيا وتفسير الكتب المقدسة والنسكيات والليتورجيا هو أسقف منبج مار فليكسينوس المنبجي أهلا وسهلا فيكم مشاهدي سوبورو تيفي بسلسة حلقات من برنامج محب الغرباء اللي لح نتناول فيه حياة القديس مار فليكسينوس المنبجي وتعاليمه مع نيافة المطران مار سيوريوس روجي أخرس النائب البطرياركي لشؤون الدراسات السوريانية بارخ مو سيدنا اللهم بارخ سيدنا أول شي منحب رحب فيك ببرنامج ونطلب منك شوية تشحلنا عن اسم هالبرنامج محب الغرباء شي شوي غريب عن إذن المشاهد فإذا فيك تشحلنا عن سبب اختيار هيدا الاسم شلومو لكل متابعي قناة سبورو تيفي وفرحة كبيرة إلنا اليوم أنه نكررس برنامج خاص لهالقديس الكبير بكنستنا السوريانية مار فليكسينوس المنبجي اخترنا عنوان محب الغرباء لأنه هيدا ترجمت اسمه فليكسينوس باليونانية تترجم إلى العربة محب الغرباء هالقديس يلي كان معروف أيضا باسم أخسنويو يلي كان اسمه بالولادة أخذ أيضا الاسم الثاني فيلوكسينوس أخسنويو يعني الغريب باللغة السوريانية قريبة من اليونانية يلي بتعني كسينوس الغريب فيلوكسينوس على الأرجح لما عاش بمناطق بسوريا وكانت اللغة اليونانية أيضا منتشرة بأنطاكيا بالمدن الكبرى فكان أيضا الاسم فيلوكسينوس هو الاسم الثاني المعروف فيه في تلك المناطق بعض المؤرخين بيقولوا أنه أخذ هذا الاسم لما أصبح أسقف فأعطي هذا الاسم الأسقفي فيلوكسينوس محب الغربة يعني عندنا نظريتين ولكن حبينا اسم البرنامج يكون ترجمته للعربية ليبقى بزهن العالم شو يعني فيلوكسينوس محب الغربة سيدنا نحن هذه السنة بنعرف أنه هي سنة اليوبيل سكرت بآخر سنة الماضي بكليريكية مار أفرام السرياني ببعرة سيدنايا كان مكرس لمار فيلوكسينوس المنبجة تكلم فيه أساقفة مثل سيدنا جرجس كورية ولا سيدنا يعقوب باباوي ورهبين من كنيستنا مثل الراهب أنطونيوس غريب وعماد سرياني وتكلمت فيه أنا عن سيرة مار فيلوكسينوس وحياته أعماله ولهوته وهذا الشيء تصور وعبين عرض على شاشة سوبورو تيفي رح يكون فيه مؤتمرتين انقلرات بـ 2 ديسمبر كانون الأول بأمريكا أيضا باستضافة مطرانيتنا بنيو جيرسي عن موضوع كمان مار فيلوكسينوس ورح يشارك فيه مستشرقين من أمريكا ومن محلات من العالم مختلفة كمان لتكريم مار فيلوكسينوس فإذا مؤتمرات علمية أعمال هذه المؤتمرات سوف تنجر بالمجلة البطرياركية أيضا في كتب نشرت على مار فيلوكسينوس يعني البطرياركية أعادت نشر كتاب سيدنا البطرياركي عقوب الأحاجي في جهاد مار فيلوكسينوس المنبجي كتاب كتير مهم فيه حياة مار فيلوكسينوس وشوي من أعمال وكمانه مترجم أعادت نشره لأنه هذا الكتاب كانت نفت طبعته ودارت الدراسات أيضا اللي نظمت المؤتمر بمعارض سيدنايا مع الإكليريكية نشرت أيضا من كتاباته لمار فيلوكسينوس جزئين بسلسلة مجموعة مار فيلوكسينوس المنبجي وعندنا إيهون هون قدامنا هول جزئين كمان من كتاباته ترجمه فيه أشخاص تانيين كمان عم بيحتفلوا حول العالم مثلا سيدنا مار فيلوكسينوس ماتياس نيش بألمانيا كمان عمل احتفال من بضعة أشهر وكان داعي للقاء للعائلات والشبيبة ودعم ممثلين من الكنيس الأخرى أيضا تحدثوا عن مار فيلوكسينوس وبالأخص هو بيحمل اسمه يعني هو شفيعه الشخصة فهي بعض النصرات الثقافية حتى مرات ندعى لمحاضرات يعني أنا شخصيا دعيت لمحاضرة كان موضوع مار فيلوكسينوس المنبجي بكنيسة المارونية كمان لنعرفهم لباق الكنيس عن هذا القديس نعم سيدنا نعرف اهتمامك من خلال الكتب اللي نشره بسنة 2007 بهالقديس وبتعاليمه فإذا فيك تعملنا هيك لمحة سريعة عن هالعلاقة اللي كانت بينك وبين هالقديس لطلع هيدا الانتاج الفكري منه نعم علاقت بالقديس مار فيلوكسينوس المنبجي بترجع لأيام الإكليريكية لما كنا طلاب بالإكليريكية وكان استاذنا باللغة السريانية سيدنا ماتياس نايش كان طلب من طلاب السنوات المتقدمة أنه يشتغلوا على ترجمة نصوص من السريانية للعربية يعني يشتغلوا بالترجمة تيشوف قداش تقدم مستواهن بالسريانية وبيختار لنا كتاب وقته اللي هي رسالة مار فيلوكسينوس إلى رهبان دير سنون بالسريانية وبيعطينا نايش فعملنا متل حلقة لترجمة هذا الكتاب اجتمعنا وقرينا لما قرينا وكان تركنا لحالنا نشتغل بالترجمة قال انتو بتشتغلوا بين بعضكن على طلاب متقدمين يعتبروا بالإكليريكية ما كنا نعرف الجملة الأول جملة بالرسالة وين بتبلش وين بتخلص ما كنا متفقين ولا فهمانين عم نقرأ أول مقطع بعدنا بالرسالة فهنا وقفت انه معقول كاتب كبير سرياني نحن طلاب رح نخلص إكليريكية وبيش عم نقدر نفهم شو كاتب لا سريانيا ولا لاهوتيا فهذا الشي عمل لي تحدي وبالأخص انه هذا الكتاب كان مترجم للغة الفرنسية وكان مترجمه باحث فرنسي رح نحكي عنه أو بلجيكي اسمه أندري دو قالو ترجمه للفرنسية فكت عم قول لحالي معقول شخص عيش ببلجيكا عم يفهم مارفيلوكسينوس ويترجم له كتاباته ونحن اللي نعتبر ورثة هذا التقليد مش عم نقدر نفهم بدقرة الفرنسي لأفهم السرياني كيف مركب هذا الشي عمل لي يعني نوع من حزن شوي بس بنفس الوقت شجعني وحفزني أنه لازم اتعلم سرياني أحسن ولازم عمق معرفتي بمارفيلوكسينوس تقوصها شوي للي وصلونه المستشرقين وهذا اللي صار أنه لما سفرت لفرنسا لدراسة اللهوت أول شغلة عملتها رحت على المكتبات وبدأت صور كل كتابته للمارفيلوكسينوس وجمع عندي هالمصادر وأقرأ الترجمات أقرأ النصوص السريانية وأقرأ الترجماتها بالفرنسي أو بالإنجليزي وأوي حالي بالسرياني تقدر أفهم اللي وصلوا للمستشرقين وسبقونا عليه بأشواط كبيرة وهيك صار أول ما جمعت كل هالمصادر شوي شوي صار تبلش ترجمة للعربي لأن بلشت إفهمها أحسن وكان أول نتاج بال2007 أنه عملنا هالثلاث كتب من المجموعة الفيلوكسينية أول ثلاث أجزاء يعني هالنص اللي أول شي بلش فيه هو اللي خلق لك هذا التحدي طلعت على كتير من كتاباته للمارفيلوكسينوس باطلاعك على الكتابات مارفيلوكسينوس أدافنا نقارنها بحجم الكتابات يعني عند مار أفرام مار يعقوب السروجي يعني كمان الأباء الكنيسة تبعنا نعم كتابات مارفيلوكسينوس غزيرة يعني بس صرت جمع من هالكتابات اكتشفت قديش في عنده كتابات نحنا ما كنا بنعرفها موجودة ومنشورة بالغرب ونحنا قليل جدا يعني أنا مثلا شخصيا بتذكر قبل ما أروح على الدار كل شي كنت أعرفه على مارفيلوكسينوس هو صلة موجودة بكتاب التحف الروحية صلات لي مارفيلوكسينوس هيدا كنت وصل عليها راه أنا وصغير قول هيدا مين مارفيلوكسينوس يعني فيه بس هالصلة على اسمه بعدين شفت انه في كتاب للبطرق يعقوب بس كمان كتاب واحد يعني ما عنا اطلاع ومعرفه شو كاتب فلما جمعت كل الكتابات طلع عندي يعني أربع مجلدات من التصوير كنت روح على الجامعة صورهم بإيدة يعني كتاب ورا كتاب كتاب جمعت كل هالمصادر اللي تبين انه كتابات مار أفرام السرياني مثلا كانت شعرية وكان يختصر يعني بأسلوبه يكتب قليل بمعان كتيرة يعني كتاباته تعتبر مكسفة بكلمات قليلة للك معان كتيرة مار يعقوب السروجي أيضا بيكتب شعر ولكن مسهب قصائد مطولة يعني ملاحم عنده بكتاباته مار في لوكسينوس بيكتب نثر من الشعر إذا منقارن كتابات النثر عنده أكيد هي أكتر بكتير من كتابات مار أفرام يعني أنا مثلا كتبت كلها على الكمبيوتر يعني كمرحلة أولى كان بيشغلي على مار في لوكسينوس إنه دخل كل كتاباته على الكمبيوتر مدقوقة إذا بدك تعمل أي بحث بالكتابات تقدر تعمل توصلت لحوالى نصف مليون كلمة نصف مليون كلمة من كتابات مار في لوكسينوس بينما مار أفرام عم نحكي أقل من هيك أما مار يعقوب السروجي لا أكتر من هيك يعني تضربها ثلاث أربع مرات بما تبقى من كتاباته طبعا كلهم عندهم كتابات مفقودة ولكن بالمتبقي مار يعقوب بيسبق مار أفرام ومار في لوكسينوس بحجم الكتابات سيدنا كنت عم تذكرني أنه مستشيئين كتير كتبوا وبحثوا عن مار في لوكسينوس أول شي بيهمنا نتعرف مين هني هالمستشيئين والسؤال الثاني هو نحن كيف وصلهم كتابات مار في لوكسينوس يعني أهل هني من مخطوطاتنا اللي موجودين عنا صاروا عندهم واشتغلوا عليهم وشو اللي منعنا نحن نشتغل عليهم نعم بالنسبة للمستشريئين أكيد المخطوطات يلي أخدوها من الشرق وبالأكتر يلي أخدوهن من دير السريان ببرية الأسقيد بمصر هيدا كان الخزان الأكبر للمخطوطات يلي انتقلت من الشرق للغرب أول من نقلهم لهالمخطوطات كانوا السماعني يعني لياس السمعاني ويوسف السمعاني وستفانوس السمعاني يلي نقلوا مخطوطات من دير السريان للفاتيكان كانوا هني نشتغلوا بالفاتيكان ومن هنيك نقلت المخطوطات أيضا من دير السريان إلى لندن وإلى فرنسا فاللي اشتغلوا على هالمخطوطات هني هالمستشيقين أول من يشتغل على مار في لوكسينوس هو يوسف السمعاني بالقارن الثامن عشر هو أول من كتب عن مارفيلوكسينوس بكتابه الكبير اللي هو المكتب الشرقية كتب عنه أكيد بهذاك الوقت كان الموقف شوي بعده سلبة من مارفيلوكسينوس بعد ما بيعرفوه منيح بيعرفوه أنه هو مناهض أو رافض لمجمع خلق دونيا فعب يكتب عنه بإعجاب للغة السريانية ولكن الموقف بعده شوي سلبة بيجي من بعده بالقارن التاسع عشر باحستان التلياني إيجناتسيو جويدي بينشر رسالة لمارفيلوكسينوس لرهبان تلعدة وبترجمها للغة الإيطالية أو بيعطي موجز عنا باللغة الإيطالية من بعده عالم إنجليزي أيرنست ووليس بادش بنهاية القارن التاسع عشر بترجم مارفيلوكسينوس لهم ميامر الروحية كتابات الروحية تبعه 13 ميامر بترجمهم في اهتمام بكتاباته الروحية من بعده عالم تاني كمان إنجليزي آرطر آدولف فاشكالد بينشر له ثلاث رسالة لمارفيلوكسينوس بال 1902 وبيعمل دراسة على لهوته أول من بيعمل دراسة على لهوت مارفيلوكسينوس بعدين بينشر له كتاب تاني مهم بعقيدة السالوس والتجسد بالألف وتسعمية وسبعة هل عبينشر له إياهون أول كتب ترجمه على الإنجليزي عقيدة السالوس والتجسد ترجمه على اللاتيني من بعده بالألف وتسعة مؤرخ بلجيكي جوزيف لبون صار مونسينيور كان كتير مهم بالدراسات هو عمل دراسة كتير مهمة سميها المونوفيزيسم سيفيريا المونوفيزية السيويرية نسبة لمارفيلوكسينوس يلي فيها فرجة أنه لهوت السريين يلي عم نحكي عنه عن السيد المسيح وطبيعة السيد المسيح اللي كان عم يحكي عنه ويعلمه مارفيلوكسينوس ما أنه لهوت فيه أي خطأ لهوتي مثل ما كانوا مفاكرين بالغرب وهذا كان أساس تغيير نظرة الغرب للسريين والأقباط والأرمن يلي بيقامنوا مع قطة الطبيعة الواحدة هيدا الدراسة كانت كتير مهمة ب1909 من بعده موريس بريار كمان فرنسا مع فرانسوا جرافان يبلشوا ينشروا ميامر مارفيلوكسينوس أو مقالات مارفيلوكسينوس ضد حبيب النسطوري عشر كتب مقالات بلشوا فيها بال 1920 خلصت بال1980 يعني مت بريار كافيهن فرانسوا جرافان على مدى 60 سنة نشروا هالعشر مجلدات يلي هنا مهمين من بعدهم في واحدة ألمانية اسمها بيركشكراسر بال1955 عملت دراسة على لهوت الخلاص عند مارفيلوكسينوس بس أهم مستشرق اختص بمارفيلوكسينوس هو أندري دو ألو يلي عمل أطروح الدكتورات تابعه نشرت بلوفان بال1963 فينا نشوفه هون عنا إياها هذا الكتاب الكبير التحتاني هو عمل هالدراسة الدكتوراه على مارفيلوكسينوس المنبجي حياته كتاباته لهوته من أهم اللوتين البلجيكيين يلي كان مستشار بالمجمع الواتقال الثاني يعني إما نقول لهوته الكنيس الكاتوليكيه بالقرن العشرين نصاغ بالمجمع الفاتقال الثاني ومن أهم لهوتياء هالمجمع كان أندري دو ألو المختص بمارفيلوكسينوس بتشوف كيف المهم اللوتين الغربيين كانوا اختصوا بالقرن العشرين بلهوت عبائل الشرقيم من بعده في أذكر بسرعة أن الموارنة من عندهم مثلا بول حرب درس عيدة مارفيلوكسينوس الروحية روحانيات بالستينات كمان مطران اليس سليمان يلي عمل دكتوراه أو ماجستار بجامعة باريس الكاتوليكية على مارفيلوكسينوس كمان هذا من الموارنة الحديثين ولكن خذ نذكر أيضا سيدنا جرجس كورية يلي اشتغل كمان ماجستار ودكتوراه على مارفيلوكسينوس باليونان وعرف في اليونان لأنه كتب باللغة اليونانية عليه ومؤخرا آخر من في نقول عمل دراسة دكتوراه مهمة على مارفيلوكسينوس هو ديفيد ميكلسون بأمريكا في 2014 نشر دراسة عن اللهوت والروحانية عند مارفيلوكسينوس دمجهم مع بعضهم حتى الناس كانت تدرس أو اللهوت أو الروحانية من الفصلين هو دمجهم ودرسهم مع بعضهم سيدنا قبل ما ننتقل للقسم الثاني من السؤال اللي لح نعرف كيف وصلهم هالكتبات وكيف تشتغلوا عليها لحنا نتوقف مشاهدينا مع فاصل صغير ونرجع لنكمل حديثنا مع نائفة المطرام مارسي وريوس روجي أخراس بما يخص مارفيلوكسينوس المنبجي رجعنا معكم مشاهدي سوبورو تيفي لنكمل برنامج محب الغرباء مع نائفة المطران مارسي وريوس روجي أخراس ولح نكمل حديثنا سيدنا عن المستشريين كان عم نحكي قبل الفاصل عن المستشريين اللي اشتغلوا على كتبات مارفيلوكسينوس إذا فيك تخبرنا شو اللغات للترجم اللي نحن بنعرف أنه مكتوبة بالسريانة فشو الكتبات وهل كان فيه نص تاني يعني كتب فيه قبل ما يترجم للغات اللي نعرفها هلها مثل الإنجليش العربي الفرنسي نعم المستشريين اشتغلوا على نشر النصوص السريانية إذا أخدنا مثلا السمعانة نشر بكتابه المكتب الشرقية بالسريانة وترجم للاتينة فأول شي كانوا يترجموا إلى اللغات القديمة يعني اللاتينة أول ما ترجم ترجم من السريانة للاتينة بعدين صارت يأخذوا اللغات الحية الفرنسي الإنجليزي يمكن شوي بالألماني كمان صار فيه أحب أن أذكر مثلا الديسكورسي اللي ترجمهم بادش بنهاية القرن التساطعش إلى الإنجليزي هن يعني يعتبر أكبر كتاب بالروحانية للمارفيلوكسينوس رجع مرة تانية روبرت كتشن اللي هو أمريكاني عيش بكاندا وباحث بالدراسات السريانية رجع حدث هذه الترجمة ونشرها بوقت جديد عنا إياها بهذا الكتاب الأحمر نعم رجع نشرها بترجمة محدثة جديدة مع مقدمة ودراسة في عنا كتابات تانية ترجمة للألماني اللي هو كتابه بالعقيدة الثلوس والتجسد شتغل عليه شخص سرياني وهذا كمان فخر لقلنا أنه مش بس المستشريقين عابين نشروا هلأ كتابات أباني حتى السريان أولاد الكنيسة عابين درسوا لهود بالجمعات الغربية واستشراق ولغات قديمة ويترجموا كتابات فعنا مثلا ملفونو موسى أقطاش درس بألمانيا وترجم هذا الكتاب طبع مارفيلوكسينوس من السرياني للألماني اللي هو هالأطروحة الدكتوراه طبعه اللي نشرها كمان حديثا فدرس خريستولوجية مارفيلوكسينوس وترجمها للألماني بس خلين نقول أغلب الكتابات التانية طبع مارفيلوكسينوس ترجمة للفرنسي يعني إذا حدا بدرس مارفيلوكسينوس لازم يقرأ شوي فرنسي يدرس دراسة دو ألو ويقرأ الترجمات اللي ترجمت للفرنسي باللغة العربية يعني أنا كان عندي على قلبي أنه لازم نترجم لأولاد كنيستنا طي يعرفوا أكتر على مارفيلوكسينوس باللغة العربية ويقدر يقرون إن كانوا سريان أو حتى من الكنيسة الشقيقة يعني كان بمصر الأخباط اللي بيحبوه كتير للمارفيلوكسينوس أيضا يعني فرصة ليتعرفوا عليه أحسن باللغة العربية فترجمت من رسائله العقيدية جزئين جمعت فيهم كل رسائله العقيدية المعروفة وترجمتهم للعربي لعنا إياهون هون بعدين ترجمت قسم من كتاباته الروحية من رسائل ومقالات بجزئين الثالث والرابع ودراسة اللاهوتية اللي عملها دو قال له نشرتها كجزئ خامس بهالمجموعة الفيلوكسينية في عنا كمان كتابوا الديسكورسز أو الميامر الإرشادية تهزيم الأخلاق بسمون مرات أو طريق الكمال ترجموا راهب من دير مار أفرام السرييني اللي هو راهب حنة آحو وموجود بالترجمة العربية بهذا الجزء هنا لابد أن نذكر أنه كمان سيدنا صليبة مارغريورج صليبة شامعون اللي هو مطران الموصل سابقا وحاليا المستشار البطرياركي هو ترجم من بعض مقالات الروحية تبعا مارفيلوكسينوس للغة العربية ونشره بنشره كان بطلعه بأبرشيط الموصل نشر من هذه المقالات بترجمات عربية بالإضافة أكيد للكتاب الذي ذكرناه سابقا الأحاجي في جهاد مارفيلوكسينوس المنبجي للسيدنا البطرق يعقوب فيه كمان شذرات من تعليم مارفيلوكسينوس مترجمة للعربية سيدنا هايكي بكمان بشكل سريع إذا فيك تعرف مشاهدينا كمان عن الكنيس اللي تشفعت واخدت اسم قديس مارفيلوكسينوس المنبجي وانتشاره بالعالم نعم قديس مارفيلوكسينوس المنبجي أكتر شي مكرم بطور عبدين ونيك بحبوا يسموه باسمه السرياني أخسنويو مور أخسنويو بطور عبدين لأنه هناك نحطت زخيره وبالأخص هامت مارفيلوكسينوس يعني الزخير طبع جمجمته أو الهامة طبعه كانت موجودة بطور عبدين بعد ما جابت من المنفى ورح نحكي بقصة حياته انوضعت بطور عبدين وبالأخص بميديات وانوضعت بميديات ومن هناك انتقلت لديرمار جابرييل حتى هلأ عنا زخيره بديرمار جابرييل فعنا كنيسة على اسم مارفيلوكسينوس بميديات هاي الكنيسة الأساسية على اسم مور أخسنويو بميديات بطور عبدين بتركيا ولكن أيضا السرياني اللي هاجروا إلى أوروبا وأمريكا حبوا يبنوا كانية سونيك ويكرسوها على اسم مارفيلوكسينوس عنا بألمانيا كنيستان واحدة بفورمز وواحدة بتوبر بيشوف هايم هايدي كمان منطقة تانية بألمانيا عاملين كنيسة على اسم مارفيلوكسينوس وعنا بأمريكا أيضا برونك فيرجينيا كنيسة على اسم مارفيلوكسينوس يعني في هالكنيس اللي بعرفهم أربع كنيس على اسمه أكيد عنا مطارين كمان بالكنيسة اسمهم الأبوي على اسم مارفيلوكسينوس إن كان نذكرهم اليوم سيدنا مارفيلوكسينوس يوسف جتين بإسطنبول وسيدنا مارفيلوكسينوس صديبة أزمان بدير الزعفران وسيدنا مارفيلوكسينوس ماتياس نايش بألمانيا بالإضافة لمارفيلوكسينوس يحانون بالهند وبتصور أكتر من أسخف بالهند أخذين اسم مارفيلوكسينوس سيدنا بعد ما تعرفنا عن أماكن الكنيس وكمان ذكرنا أسماء المطارنة محب نعرف أي متى بتعيد كنيستنا السريانية الأرتوكسية للقديس مارفيلوكسينوس بالكالندارات السريانية يلي نشارها فرانسوانو يلي تضمن أكتر من كالندار يعني أكتر من رزنيما كانت منتشرة بكنيس سريانية من لأنه في ثلاث أعياد بتعيد فيها لمارفيلوكسينوس بـ 18 شباط منعيد عيد نقل روفيتو إلى تور عبدين من المنفى جبون إلى تور عبدين بـ 16 أو 18 إيب يعني فيها التاريخين القرابة لبعضهم منعيد عيد أسقفيتو لما صار أسقف بـ 18 إيب هو صار بـ 18 إيب 485 وعننا عيد استشهاده بعشرة كانون الأول هالثلاث أعياد عنا لمارفيلوكسينوس بالرزنيما هلا للمفارقة نرى أنه عنا هلتة نفورات منسوبة لمارفيلوكسينوس يعني ثلاث صلوات الديس ثلاث أداديس منسوبين لمارفيلوكسينوس يمكن يكون أنه لكل عيد من أعيد مارفيلوكسينوس في مثل صلو أديس خصوصية تقدس لهذا العيد هiday فرضية مش أكيد بس أنه منلاحظ أنه لنا ثلاث أعياد وعننا ثلاث أنافورات لمارفيلوكسينوس هلا أنافورات عادة لازم تستخدم بأعياده يعني منصلي للإديس بيعيده بالنفورة اللي هي على اسمه إذا كان إلوه نفورة على اسمه سيدنا بعد ما عرفنا أي متى كنيستنا بتعيدله لمارفليكسينوس وكمان بهمنا نعرف الكنائس الأخرى اهتمامة بمارفليكسينوس وهل في شي تكريم معين من الكنائس لمارفليكسينوس؟ الكنائس اللي هي خلق دونية يعني تقبل مجمع خلق دونية اللي هنن اليوم كنيس الأرتودوكس الروم وكنائس الكاتوليكية عندها كان نظرة سيئة إلى مارفليكسينوس لأنه هو كان ضد مجمع خلق دونية وبالتالي ما فيه أي تكريم أكيد بهالكنائس لمارفليكسينوس حتى بعض كتاباته اللي كانت تهمن لما ترجموها مثلا من السريانة إلى اللغة اليونانية مثل رسالته لمارفليكسينوس إلى الراهب باتريكيوس كانت رسالة هاي كتير مهمة بالروحانيات ترجموها للغة اليونانية بس طيق روها باللغة اليونانية ما كان في حطه اسم مارفليكسينوس فترجموها تحت اسم مارسحق السريانة لأنه كانوا يتقبلوا أكتر مارسحق السريانة فترجموا كتابات من مارفليكسينوس إلى اليونانية تحت اسم مارسحق السريانة نفس الشي صار مثلا مع مارسيواريوس لما ترجموا بعض كتاباته أو استخدموها خلالهم هون استخدموها هي موجودة باليونانية استخدموها بأجواء وبأوساط خلق دونية أخدوها تحت أسامة ناس آخرين فكتبوا مثلا عزاء لمارغ ريغوريوس النيسي اللي هو قديس مقبول بهالكنيس وهي بتشوف هي كتاب لمارسيواريوس فمارفلوكسينوس كانت ذكرى سيئة بالكنيس الخلق دونية كانوا يقولوا عنه المؤرخين أنه هو كان عبد وهربان ومنه معمد وفي شك بمعموديته وأوصاف كانت للأسف تحقيرية على مارفلوكسينوس هيدا بقرون الأولى يعني عم نحكي بالألفية الأولى ولكن حاليا في نوع من تغيير من النظرة قصون بعد هالدراسة اللي عملها جوزيف لبون لزاكرتها سابقا وغير النظرة إلى اللهوت السرياني طبعا مارفلوكسينوس ولا مارسيواريوس صار في نوع من تقبل مختلف خصوصا لما بلشت الترجم هذه الكتابات اكتشفوا أنه لا يخ يعني نحنا ما كنا فهمانين مزبوط هالكتابات أنه هي كتابات عقدية أرتدوكسية تؤمن بيسوع المسيح إله تم إنسان تم فصار في نوع من تقبل حتى في مثلا باليونان الناس عملت دكتوريات على مارفلوكسينوس هنن يونان وتقبلوا هالفكر بشكل أفضل إذا نجي إلى الكنيس الشرقية التانية اللي هنن مثلا كنيسة القبطية مارفلوكسينوس بالكنيسة القبطية يعتبر عمود من أعمدة الأرتدوكسية وكتاباته هي من أساسات تعلم الرهبنة يعني كتابه بالميامر الإرشادية ديسكورسز أو طريق الكمال يعتبر أساس بتعلم الحياة الرهبنية بمصر إذا بدوا يتعلموا الحياة الرهبنية بيقروا هذا الكتاب وبيقروا كتب مارس حق السرياني وشيخ الروحاني اللي هو يوحنا الدلياتي هول أساسات الرهبنة القبطية بمصر يعني بالإضافة طبعا إلى كتابات الأنبا مقار والمار أنتونيوس فكتاباته أساس وهم بحب أذكر شغلة كمان لهالكتاب المهم عن الميامر الإرشادية كان عندي صديق بفرنسا استيس بالجامعة بدرس اللغة العربية كان مرشد الروحي هو راهب من جبل آتوس هو كان روم وكان يروح كل سنة لجبل آتوس عند مرشد الروحي قال لي أنه مرشد الروحي تعلم الحياة الرهبنية بهالكتاب الدسكورسس طبعا مارفيلوكسينوس هو راهب جبل آتوس وبيعتبره هو ينبوع الروحانية طبعه هذا الكتاب نترجم أيضا للفرنسا وبيقراب الفرنسا كام قال لي مرجعوا بالحياة الرهبنية هو هالكتاب طبعا مارفيلوكسينوس فبتشوف قداش هو أساسي بالنسبة لبعض الدارسين طبعا الروحانية بالكنيسة الأرمانية إذا ما نذكر الكنيسة الأرمانية عندها تكريم كبير لمارفيلوكسينوس كان كتاباته انتشرت بالكنيسة الأرمانية لأنه كانوا بالكنيسة الأرمانية عندهم شوي تحفظ على مارسويريوس لأنه هجم يوليان الهاليقارناسي اللي كان هرتوقي بزمانه وهذا يوليان راح لأرمينيا ونشر تعليمه بأرمينيا فصاروا الأرمن راب من يوليان ضد مارسويريوس كانوا يعتبروا أنه مارفيلوكسينوس قريب تعليمه من تعليم يوليان فيقبلوا يوليان يقبلوا مارفيلوكسينوس ويتحفظوا على مارسويريوس مع التاريخ رجعوا غيروا موقفهم ونبذوا تعليم يوليان يخص أنه جسد المسيح ما كان عنده فساد قبل الأيامة نحن نقول أنه جسد المسيح صار بلا فساد بعد الأيامة بس قبل الأيامة منقول كان قابل للفساد مثل أجساد كل أبناء آدم فهالتعليم يوليان اللي انتشر بأرمينيا كانوا يفكروا أنه مارفيلوكسينوس قريب منه وهذا الشيء مش صحيح ولكن هذا الشيء اللي تنتشر كتابات مارفيلوكسينوس عندهم بأرمينيا ويحبوه كتير للمارفيلوكسينوس في نحكي عن الكنيسة الأتيوبية كنيسة الأتيوبية أيضا في عندها صلوات منصوبة للمارفيلوكسينوس صلاة إديس في عندها كتاب نسبوا للمارفيلوكسينوس عن تفسير فردوس الرهبان مترجم للعربيوم والعربية مترجم للأتيوبية ولكن بالحقيقة هذا الكتاب ما كان للمارفيلوكسينوس كان لك كاتب داد يشوع القطر كان كاتب سرياني شرئي يلي كانوا من زمان يسمونه النساطرة ولكن لأنه مهم بالروحانيات مثل ومثل مارسحاء لما كانوا يقطعوا على اللغة العربية أو على الأتيوبية بدون اسم مقبول فحطوا تحت اسم مارفيلوكسينوس يعني بنشوف سيدنا أنه كان في شوي فصل بالحياة الروحانية بكتابات الروحانية لمارفيلوكسينوس والكتابات العقائدية يعني هني أخدوا القسم الروحاني أكتر كانوا يهتموا بالأسم الروحاني أغلبهم كانوا يهتموا بالأسم الروحاني لأنه هيدا يعني عابر للطواف عابر للكنيس كل الكنيس بتهتم فيه الروم الكاتوليك الأتيوبية الأخبار يعني الكل بهموا الشي الروحي وكانوا ينسخون النسخ بس يشوفوا شي روحي يحبوا ينسخوا وهذا الشي اللي ساعد بانتشاره مشاهدي سوبورو تيفي اللي احنا توقف مع فاصل صغير وبعد الفاصل اللي حنتابع بسيرة مارفيلوكسينوس المنبج رجعنا معكم مشاهدينا لنكمل حديثنا مع نيافة المطران مارسي ويريوستوروجي أخرس عن مارفيلوكسينوس المنبجي سيدنا بأول فكرة كنا حكينا عن اللمحة التاريخية عامة عن مارفيلوكسينوس وكيف الكنيس الأخرى وكيف كنيستنا عم بتعيد وعم بتحتفل بهاليوبيل بنحبها لنعرف عن سيرة مارفيلوكسينوس شو هي المصادر اللي خبرتنا عن حياة مارفيلوكسينوس؟ نعم المصادر التاريخية اللي بتنقلنا حياته لمارفيلوكسينوس كتير ولكن أهم هي كتاباته نفسه إذا هو بكتاباته حيكي عن حاله هيدا بتكون المصادر الأساسية لحياته هو لأنه كتب كتير رسائل ففيه عنه تفاصيل تاريخية عنه وعن حياته من خلال رسائله فإذا يعتبر المصدر الأول لمعرفة سيرته هي كتاباته نفسه والأخص رسائله فيه رسائل اللي أرسلت مرات لأله مثلا ما رسلواه الرسل الأمطاكة البطرك يلي كان بوقته ورسل له رسائل أكتر من وحده فهي كمان تضاف للمصادر الأديمة عنا من القرن السادس من القرن السادس يعني معاصر لمار فيلوكسينوس أكتر من تاريخ سرياني مكتوب ممكن نلاقي فيهم معلومات عن حياته عنا مثلا تاريخ معروف باسم تاريخ يشوع العمودي كان عمودي اسمه يشوع في عنا فقرة عن حيات مار فيلوكسينوس بهذا التاريخ عنا زكريا الفصيح يلي كان معاصر لمار سواريوس كتب سيرة مار سواريوس فيه كاتب آخر تابع تاريخ زكريا الفصيح ما بنعرف مين هو ولكن هو تتمت تاريخ زكريا الفصيح كمان فيه فقرة عن مار فيلوكسينوس عنا أسقف مهم أيضا من القرن السادس اللي هو يوحنى الأفاسوسي اللي كتب سيرة قديسين كانوا بزمانه كانوا متران بأفاسوس هيدا أيضا فيه بتاريخه فإذا هيدا ناس كانوا جدا قريبين بالزمن لمار فيلوكسينوس كتبوا عنه والثلاث مصادر أساسيين كتبينه الناس أرتوديكس في عنا ناس كانوا من غير عقيدة مار فيلوكسينوس كانوا خلقي دونيين كتبوا عنه بشيء من السلبية ولكن كمان كانوا قراب لأله بالزمن ولازم واحد كمان يقرأ الشي اللي كتبوا عنه عنا التاريخ إيفاغريوس وعنا تاريخ تودوروس القارئ هون مصادر بيزانطية كتبت على مار فيلوكسينوس عنا أيضا تاريخ كتب مجهول الكاتب كتب بدير مار جابرييل دير قرتمين وصل للسنة 846 ميلادية يعني سردوا للأحداث التاريخية فمعروف باسم تاريخ سنة 846 ميلادية ومار فيلوكسينوس كان له تكريم بطور عبدين فهذا التاريخ ذاكر كمان تفاصيل كتير مهمة عن حياة مار فيلوكسينوس عنا طبعا التاريخ العامة طبعا مار ميخايل الكبير يلي مكتوب عم نحكي بالـ 1195 تقريبا ميلادية انتهى منه فهيدا القسم كمان فيه عن مار فيلوكسينوس بعدين عنا اختصار هذا التاريخ عن ابن العبري تاريخ الكنسة لابن العبري فيه عن مار فيلوكسينوس ولكن هو تقريبا اختصار لميخايل الكبير ما في شي جديد ولكن عنا بالقرن الثالث عشر كمان كتابة كتير مهم هي قصيدة عملها على البحر السروجي راهب من طور عبدين اسمه إليا القرتميني إليا القرتميني بالقرن الثالث عشر عمل قصيدة مطولة على مار فيلوكسينوس وفيها تفاصيل كتير عن حياته وهي تعتبر مصدر تاريخي لأنه مثل ما قلنا ذكرى مار فيلوكسينوس كانت مرتبطة بطور عبدين وبالديرمار جابرييل وبقرتمين فعنا هاي المصدر التاريخي المهم هاي دي عادة المصادر اللي بناخد منها معلومات عن حيات مار فيلوكسينوس سيدنا قبل ما ندخل ونعرف مشاهدين عن حيات مار فيلوكسينوس يعني أي سنة خلق العائلة تابعه بس فينا نعطي لمحة تاريخية عن إطار التاريخي للقرن الخامس اللي فيه وجد مار فيلوكسينوس نعم القرن الخامس كان قرن كتير مضطرب كنسيا أكيد الكنيسة من بعد ما صارت المسيحية مقبولة مع قسطنطين بالقرن الرابع صار المسيحية الدين مقبول بالامبراطورية الرومانية بعد مرسوم ميلانو بال313 مع قسطنطين تنفست الكنيسة ببقى في اضطهادات خارجية ولكن شو اللي بلش بلش الهرتقات الداخلية والانقسامات الداخل الكنيسة وأول مشكلة صارت بالمسيحية هي مع آريوس آريوس ياللي نكر لهوت المسيح قال المسيح هو مخلوق أدنى من الله ومنه مساوي لله في الجوهر إجا مجمع نيقيا المجمع المسكون الأول 325 بدت المسألة لهوتيا ولكن من بدت كنسيا كان في كتير ناس مغطنعين بتعلم آريوس وبقيت هالمجدلات بالقرن الرابع كله مجدلات حول لهوت السيد المسيح المشكلة التانية اللي طلعت بتاريخ الكنيسة اللي هي لهوت الروح القدس وصار في ناس تنكر مثل ما نكروا انه الابن مساوي للآب صار ينكروا انه الروح هو أقنوم قائم بزيته ومساوي للآب وهون كمان الكنيسة عملت المجمع المسكونة التاني اللي هو السنة 381 مجمع القسطنطينية ويلي اعترف بلهوت الروح القدس وقال هو رب محي الكل مساوي للآب في الجوهر ومثله مثل الابن وصار عنا قانون الإيمان مسمين نيقاوة القسطنطينية يلي منقوله بكل قديس نؤمن بإله واحد اكتمل بهالمجمعين المشكلة اللي بعدها اللي طلعت بالقرن الخامس طلعت حول علاقة اللهوت مع النسود بشخص يسوع المسيح وصار فيه التعليم بلش مع بطريارك القسطنطينية نسطور يلي جرب يفصل بين الاثنين ويقول مثلا أنا ليش بالكنيسة بدي سمي العذرة والدة الإله هي والدة المسيح اللي هو متصل أو مقترن يعني في نوع من علاقة بينه وبين الله الكلمة والتالي هي أم للإنسان يسوع ولكن ما فينا سميها أم الله والدة الإله وهالمشكلة بلشت مع البطريارك نسطور يلي واجهه كان في ذلك الوقت بطريارك القسطنطينية كيرلوس الكبير وانعقد مجمع بالارمعمية وواحدة وثلاثين بأفاسوس طي يحلو هالمشكلة هنيك هالمواجه هالكينت بين القسطنطينية والإسكندرية بترك القسطنطينية نسطور وبترك الإسكندرية كيرلوس والمجمع أقر أنه لازم تسمى العذرة والدة الإله لأن العذرة اللي ولدته مننا مش فقط إنسان منفصل عن الله ولكن اللي ولدته هو الله المتجسد يلي أخذ جسد مننا فهي تدعى والدة الإله مش لأنه هي أصل اللهوت ولكن اللي خرج من بطنة أو اللي جسد بأحشاء أو خرج مننا هو الله مش هو فقط إنسان وعنده نوع من اتصال أو اقتران خارجي مع الله مع الله الكلمة فإذن اللي ولد مننا هو الله فعلا ولذلك تسمى والدة الإله فإذن عنا كان مشكل كيف نصنف علاقة اللهوت مع النسوت أو بتسميه اتحاد مثل ما كان عم يحكي لإديس كيرلوس وهن متحدين مع بعضهم فإذن متلازمين ومتحدين أو كان مثل ما عم يحكي نسطور ما نحكي عن شخصين أو انفصال أو كيانين أو طبيعتين فإذن لديس كيرلوس شدد إنه هيدا شخص واحد وقنوم واحد طبيعة وحدة إلهية تجسدت وولدت منها العذراء بأنطاكيا في ذلك الوقت كان في كتير من الناس مع نسطور وقرب من نسطور ولما رحوا على أفاسوس بطرق أنطاكيا يوحنى كان صديقه لنسطور وما بودوا يحرم نسطور وما دخل على المجمع فعملت مشكلة نسطور عزل بالمجمع بس المشكلة ما خلصت بقيت بين أنطاكيا والإسكندرية صار فيه إنشئاء أنطاكيا ما قبلت مجمع أفاسوس بذلك الوقت اعتبروا أنه كيرلوس أخذ مبادرة لحاله تصرف لحاله فصار فيه مشكلة قامتا نحلت المشكلة 433 بقيت سنتين بعد المجمع توسط رابولا الرهاوي مع كيرلوس الإسكندري كان قريب منه أنه لازم نحلها بين أنطاكيا والإسكندرية راحوا مضيوا اتفاق بال433 اتفاق الوحدة سموه يلي فيه تنازل شوي كيرلوس والأنطاكيين تنازلوا تتخلوا شوي على النسطور يعني ما يضلوا محسوبين عليه وعملوا هالإتفاق الوحدة ولكن الأمور بقيت متشنجة طبعا من بعد كيرلوس إجابت راكتاني بالإسكندرية اللي هو ديوسكوروس وديوسكوروس كمان كان في مشكلة مع قطيخة ظهر شخصية جديدة هي قطيخة اللي كان رئيس ديربي القسطنطينية واجه قطيخة يحكي عن طبيعة واحدة ولكن طبيعة واحدة لهوتية وما يعطي أي وجود وكينونة للنسوت فهم كيرلوس بطريقة شوي متطرفة فعقد مجمع بخلق دونيا سنة 451 ليفحصوا تعليم قطيخة وقالوا تعليم قطيخة عن الطبيعة الواحدة هارتوقي واجه ديوسكوروس على المجمع واجه ممثلي البابا للمجمع خلق دونيا ولكن المجمع هو بحل مشكلة قطيخة اتعدى على ديوسكوروس وعلى بطريارك الإسكندرية وحرم البطريارك بحسب أعمال المجمع حرم البطريارك بسبب انه هو ما اجه على المجمع انه ما حضر المجمع دعيه ليحضر ويدفع عن فكره وعن رأيه ما اجه فحرم وهذا الشي عمل انشقاق بالكنيسة بين الكنيسة اللي قبلت المجمع اللي بذلك الوقت كانت كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية واللي رفضوا المجمع اللي هي بالأخص كنيسة الإسكندرية وفيما بعد كنيسة أنطاكيا أيضا انضمت لها الرفض كان في رفض للمجمع مجمع خلق دونيا بالأربع مئة وخمسين سبب انشقاق في الكنيسة دام لليوم الكنيسة السريانية القبطية الأرمانية الأتيوبية ترفض مجمع خلق دونيا وتعليم الطبيعتين اللي وصل على هالمجمع بينما كنيسة البيزانتية والروم الكاتوليك والكاتوليك إجمالا رومان كاثليك بيقبلوا هذا المجمع وهذا بقي الانقسام لليوم ومارفيلوكسينوس وجد او اسبدك ولد بهالجو والانقسامات اللي كانت موجودة بالكنيسة بين مجمع 431 أفاسوس يلي أخرج نسطور ويلي بقي تكنيسة الشرقية بالعراق فيما بعد رافضة لهالمجمع وبين مجمع خلق دونيا يلي عمل انقسام الكبير بالنسبة لألنا في الشرق بال451 هلأ أكيد صار في محاولات ليرجعوا متل ما حلوا المشكلة بين أونتاكيا والإسكندرية بعد المجمع تنحل بشي طريقة أو بأخرى وهذا الشي صار مع مرسوم صدر بال482 جاء الأمبراطور بذلك الوقت زينون أمبراطور بيزانتيا قال خلينا نحل مشكلة خلق دونيا وما بقى نحكي عن خلق دونيا مع أو ضد خلق دونيا نطلع نص جديد مكتوب بيروح مجمع أفاسوس بيروح تعاليم كيرلوس ويلي ممكن على أساسه تتفق كل الكنيس فطلب من بطرياك القسطنطينية أقاكيوس بذلك الوقت أقاكيوس أنه يكتب له هالمرسوم طيت تحت الكنيس على أساسه ونتجاوز خلق دونيا نكتب المرسوم بال482 قبلته الكنيس كلها بالشرق القسطنطينية انطاكيا الإسكندرية مشكلة أنه كنيسة روما رفضت هالمرسوم وبقت متمسكة بخلق دونيا ولازم الكل يرجع لخلق دونيا فصار في عنا كتلتين كتلة بالشرق متفقة على هالمرسوم الاتحاد سموه باليوناني اينوتيكون يعني اتحاد متفقة على هالوسيقى وبينما الغرب روما بقي خارج هالاتفاق فمارفيل لوكسينوس عيش بهالزمن اللي خلق دونيا عملت انقسام في وسيئة اتحاد الأمبراطور مشجعة والكنيسة الشرقية متفقة عليها وكنيسة روما هي خارج هالاتحاد ولد بهديك الفترة يعني صار في عنا معلومات كتير عن هالانقسام وعن هالفترة اللي عيش فيها مارفيل كسينوس خلقنا هيك نرجع شوي مبسط الأمور على المشاهد ونعرف عن حياته حيات هالقديس اللي كامل نحنا مدعوين لنتمثل فيها لنوصل للمرحلة اللي وصل فيها وين ولد مارفيل كسينوس؟ نعم ولد مارفيل كسينوس بحسب التواريخ السريانية بقرية ودعة تحل وتحل موجودة اليوم حوالة كاركوك بالعراق بين كاركوك والسليمانية قرية تحل كانوا يسموها منطقة باثقارماي بالسريانية بالعربي ترجموها باجرمي هالمنطقة اللي كانت بين كاركوك والسليمانية حاليا بالعراق بالامبراطورية الفارسية بذلك الوقت اللي كان موجود بهديك المنطقة اللي هي الامبراطورية الفارسية بالشرق مقبيلة بالغرب يعني عم نحكي بمناطق انطاكيا وسورية تقريبا لحد الفاصل هو الفرات بين هالمملكتين كان عندنا الامبراطورية البيزنطية الرومانية فهو ولد بالامبراطورية الفارسية فاسبدك جنسيته فارسية في ذلك الوقت سنحكي بهذه الطريقة طبعا لغته الام وموطنه الام هو سريانة ولكن السلطة الحاكمة هي فارسية الوقت اللي ولد فيه ما معروف بالتحديد ولكن يقدر بين الاربعمية واربعين واربعمية وخمسين ميلادية كيف منقدر نحدد هالتاريخ تقريبا انه مارسيويريوس الكبير لما كان باتريارك واجه الى قوروش سنة الخمسمية واربطاعش وعمل وعظة بمدينة قوروش كان مارفيلوكسينوس بوقته مطران بالخمسمية واربطاعش وبيحكي عنه بقول الشيخ الجليل سوبو كوهنويو الشيخ القديس بسميه لمارفيلوكسينوس فاذا عبيحكي عنه شيخ في ذلك الوقت بالخمسمية واربطاعش يعني مارفيلوكسينوس كان جيواز الستين على الأكيد ومارفيلوكسينوس منعرف انه كان بالمنفى بالخمسمية وواحدة وعشرين بعده عبيكتب رسائل يعني اذا بعده عبيكتب رسائل ما بصور جيواز عمره 80 او 85 سنة يعني كان بهديك الفترة صار بالسبعينات ومنش هيهك منحدد انه هو ولد بين الاربعمية واربعين واربعمية وخمسين ميلادية تقريباً فينا نعرف شوي عن عائلته قالنا انه كانوا عيشين تحت الحكم الفارسي عائلته شو كان طبيعة حياتهم عائلته ما كتير عنا تفاصيل عنا بس اللي منعرفه انه بالامبراطورية الفارسية كان في اضطهاد على المسيحيين وتعرضوا للاضطهاد واضطروا بسبب اضطهاد الملك الفارسي يزدجر الثاني اللي عمل اضطهاد سنة الاربعمية وخمسة واربعين تقريباً ميلادية عمل اضطهاد واضطرت عائلته الامار في لوكسينوس تهاجر من بلاد فارس للامبراطورية الرومانية تجي على الغرب واجوا على مناطق طر عبدين بسبب الاضطهاد يلي كان بالشرق منعرف من عائلته انه كان عنده خي اسمه اداي كان يعلم بموطنه بتحل بالعراق قبل ما يجو فكان عنده خي معروف اسمه اداي وعنده ابن اخت اسمه مثله في لوكسينوس ابن اخته وهذا بيدل انه عنده اخت يعني بس منعرف ابن اخته كان صار متران فيما بعد تحت سلطة مار في لوكسينوس في لوكسينوس كان رح يكون متروبوليت رئيس اثاقفة وفي اسقف تحت ايده ابن خيه وعنده نفس الاسم صار اسقف بمنطقة اسمه دوليك قريبة من منبج اللي هو صار متران علي بعدين مار في لوكسينوس فمنعرف عنده فزن اخ اخت ابن اخت هول الاشخاص اللي منعرفهم من عائلته سيدنا كنت ذكرت بفترة سابقة انه كان فيه كتابات شكوك عن هل كان معمد هل ما كان معمد هل تعمد على صغر بس اذا فيا نعرف عن هالمعلومات نعم خصومه اتهموا انه منه معمد طي يقللوا من يعني من قيمته يقولوا هذا منه معمد وكان عبد وهربان يعني يوصفوه باوصاف مشينة ولكن هو من كتاباته منعرف انه كان يدافع عن معمدية الاطفال يعني من كتاباته وبالتالي منتوقع انه تعمد هو وصغير ولكن من كتاباته ايضا منعرف انه هو تعمد في التقليد الخلقي دوني يعني بعدين هو رح يحاربه كيف نعرف هذا الشيه هو بيكتب رسالة لحاكم عربي اسمه هذا الحاكم ابي عفر كان بحيرة النعمان بيكتب له رسالة بشرح له فيه عن اصول النساطرة وكيف صاروا النساطرة منتشرين بالعراق لانه بيسألوا ابي عفر عن معلومات عن الفرق المسيحية وبهالرسالة بيقول انه مش خجل او ما بخجل اقول انه انا تعمدت بالتقليد الخلقي دوني بيقول لانه اذا واحد كان اتعمد او نيل الكهنوت يقول تعمدت ونلت الكهنوت بهذا التقليد ولكن انا فيما بعد حرمت هذا التقليد ما في اي ملامع علي لانه لما تعمدت ما كنت عارف او ما كان بعد التعليم الخلقي دوني اذا بدك ظهر بشكله اذا بدك الفائع بعد مجمع خلقي دونيا بيقول بخلقي دونيا جربوا يغطوا على التعليم اللي هرتوق شوي وما نكشف وهذا الشي اللي خلى انه في كتير عالم تعمدوا بهذا التقليد بلا ما يعرفوا اذا بدك جوهر هذا التعليم او وين هرتقتوا وهو كان منن بيقول مثل اللي كانوا مثلا اعتمدوا من يهوزة لانه رسول السيد المسيح كانوا عم يعمدوا مثل ما بنقرأ بالانجيل لما السيد المسيح بلش رسالته واختار تلاميث كان فيه رسول عبي عمده فعبي عمده معمودية التوبة ومنهم يهوزة بيقول بهذا الوقت يهوزة عمد نفس اللي تعمدوا من يهوزة بذلك الوقت قبل ما ينعرف انه يهوزة رح يسلم ويصير خاين وهاي معمودية التوبة مقبولة مقبولة نعم فبقول انا قبل ما ينفضح تعليم المجمع الخالقي دوني اخدت المعمودية واخدت الكهنود من هذا التقليد يعني من اسقف كان بهذا التقليد ولكن بعدين لما شجب هذا التعليم رسميا بالوسيقى الاتحاد اللي حكينا عنا بال482 خلص انا تخلت عن هذا التعليم كليا ونقطته ولكن المعمودية تبعه مقبولة وهذا الشيء منه كتير معروف لانه التواريخ هدي منعرفها من كتاباته إله بينما التواريخ اللاحقة رح تقول لا هو تعمد ارتدوكسي وكان ارتدوكسي كل حياته وإلى خيره طبعا بجمله الصورة ولكن لما يكون عنا شيء معلومات منهو كتبها بإيده فلازم نرجع لهالمعلومات للصحيح للصح مشاهدينا نحن لهوم نكون وصلنا نهاية الحلقة الأولى من سلسئة حلقات اللي عم تكلم فيها عمار فلوكسينوس ببرنامج محب الغرباء رح نطلب من سيدنا إذا فينا نختم بقراءة روحية أو صلاة تكون زوادة لنا للحلقة القادمة نعم مار فلوكسينوس كتب كتير من الصلوات الروحية الحلوة كتير اللي محفوزة بكتاب شبيثه الكتاب الصلوات الرهبان رح أقرأ من صلاة صباح الأثنين مع مار فلوكسينوس أحمدك يا الله لأنك دون استحقاق مني أقمتني بصحة من استغراقي أعضائي في النوم فلتكن يقذتي يا رب لمجل اسمك القدوس يا رب لا تسمح أن يتمكن الشرير من تضليل عقلي في طيش الشهوات فتنقاد نفسي إلى المعاشرات الباطلة والنجسة أيها الرب الإله اجمع عقلي لديك ونقني ورد قلبي وراءك ونجي نفسي من الخواطر النجسة والأفكار القذرة وافتح لي فمي لي أسبحك وأهلني أن أسجد لك بالحق أن أباركك باجتهاد وأن أرتل لك بفهم مدة حياتي احفظ حياتي بصليبك الظافر وخلصني من مضار الأبالسة ومن التوهم والضلال خلصني من آفات الناس الأشرار واعف عن ذنوبي واخفر خطياي وأرح أموات الراقدين وجميع الإخوة الساكنين في هذا المكان وجميع الموتى المؤمنين بصلاة والدتك وقدسيك آمين آمين